الأقصى الشريف استقبل الفلسطينيون في القدس عيد الفطر عشرات الآلاف منهم ومن داخل الخط الأخضر توجهوا إلى الأقصى لآداء الصلاة والاستماع إلى خطبة العيد التي حثت على الاستمرار في شد الرحال إلى المسجد وإعماره لقطع الطريق على مخطط الاحتلال في تهويده والسيطرة عليه فيما المقدسيون أكدوا على تعلق أبنائهم بالأقصى رغم الإجراءات المشددة والقيود العمرية التي تفرضها إسرائيل لإبعادهم عن مسجد العربي والمسلمين الولاد الصغار حتى هم لحالهم بطلبوا من أبياتهم بدهم يجوا معنا وغصبا عننا إحنا يمكن نستهتر فيه للولاد بس لا هو على حق دائما للولاد لازم ناخده معنا والفترة الأخيرة هاي بالذات يعني صار الكل ياخد الولاد معه يعني من سن خمسة وما فوق صار الكل ياخد الولاده معه يعني أنا صليت صلاة العيد الصبح بالأقصى ما شاء الله يعني الولاد الصغار أكتر من الكبار بالمسجد نزلنا على صلاة العيد على صلاة العيد صلينا عدنا شباب بالأقصى أجواء العيد بالأقصى أكتر إش بجنان البلدة القديمة التي شهدت نشاطا وانتعاشا ولو بقدر محدود خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان ثم شلت حركتها التجارية والاقتصادية بعيد عملية باب العمود يقول أهلها وتزامنا مع استقبال أول أيام العيد بأن مدينتهم تستحق أن تبقى عامرة بالوافدين والزائرين لها رغم كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأجل إبقائها محاصرة ومشلولة أنا أكد لك أنا مقدس الأصل أبا عن جد أنا مولود في البلدة القديمة ووالدي مولود في البلدة القديمة أنا أتخيل لك من ناحية أعداد سياحة سواء غرب أو سواء عربي مسلم إسلامي بالذات للمسجد القدسي الشريف أنا أكد لك أنه يوم يوم كيف تكون الأجواء في رمضان أنه اقتضاظ وازدحام أنه ما تقدر توضع إجرك في البلدة القديمة لازم من 12 شهر في السنة تكون البلدة القديمة هي انتعاش أول باب أول ولا بد ورغم كل ظروف والصعوبات أن يحظى الأطفال بفرحة العيد وهؤلاء المتطوعون يحرصون على ذلك من خلال فعاليات العيد الخاصة وبحسبهم العيد تكتمل فرحته بهم وبابتهاجهم بالنسبة للظروف اللي بتصير عندنا هون يعني كتير رئاسية وكتير الأطفال عم تشكي والناس بشكل عام عم تشكي ما بيصدقوا أنه يجي أنه يوم عيد اللي يفرح للطفل ويفرح الجميع بهذا الشهر الفضيل عيد آخر يمر على القدس وهي محتلة مكبلة لسن حال أهلها يقول بأن إجراءات الإسرائيل في حصارها وتضييق الخناق عليهم لن ينال من عزيمتهم وإصرارهم على مواصلة مكافحة الاحتلال حتى نيل حريتهم وتحرير مدينتهم سحر من يرأة الإخبارية القدس المحتلة شكرا 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 شكرا